أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم أنها دمرت 17 من 24 طائرة مسيرة روسية أطلقت ليلاً فيما تعرضت مصفات لتكرير النفط لهجوم بحسب حاكم إقليمي وقالت القيادة العامة القوات المسلحة أن روسيا شنت ليلة أمس هجوماً على أوكرانيا بـ 24 مسيرة انتحارية وشيرة إلى أن دفاعاتها دمرت 17 طائرة منها ولم تتضح بعد الأضرار الناجمة عن تلك الهجمات في حين تعرضت مصفات لتكرير النفط في منطقة بولتافا وسط أوكرانيا لهجوم آخر بحسب الحاكم الإقليمي ديميترو لونيك